بطلنا لهذا اليوم واحد من الممثلين القلة والنادرين جدا اللي نقدر نقول عنهم فعلا ممثلين من الاشخاص القلة اللي اتقنوا واحترفوا الميثود اكتنج او التمثيل المنهجي وهو انه يعرف يتقمس الشخصية لدرجة تشك انه هذا هو الممثل اللي انت تعرفه اطلق عليه البعض لقب مارلون براندو الجديد ممثل تكاد تشك انه جالس يمثل من شدة تقمص لكل دور يقدمه اعطيه اي دور باي لهجة اي شخصية وراح يقدم لك بشكل مختلف تماما ومستقل وبكارزما خاصة فيه تشوفوا في هذاك الفيلم بشخصية بكارزما بشكل بصوت بلهجة الفيلم الثاني تشوفوا بشخصية بكارزما وبلهجة مختلفة تماما لدرجة تقول هذول اثنين يشبهوا بعض بس ماهم نفس الشخص الزبدة عشان بس ما اطب الكثير بطلنا هذا اليوم في كفة مع شوية ممثلين من هوليوود وباقي الممثلين والممثلات والهبدية في كفة اخرى انتهى بطلنا لهذا اليوم ترشح لاكثر من 300 جائزة وفاز ب139 جائزة من ضمنها ثلاثة جوائز اوسكار تعرفيش يعني ثلاثة جوائز اوسكار يعني ما احد قد سواها الا هو فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن السر العظيم الاسطورة الظاهرة دانيال داي لويس قالوا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عدنا اليكم بسلسلة القصة السلسلة نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم اعمالهم وقبل ما نبدأ يا جماعة خلونا نسوي تحدي تحدي في الفيديو هذا هل نستطيع ان نوصل هذا الفيديو الى الترند اما ترند يا وجيه طلوب شيء منطقي عشر الاف لايك يا جماعة اشوف انا ما بجلسة شرط بس يعني فعلا دانيال داي لويس ممثل كبير ومحترم وصوت تولو انت والله اعطيكم العافية فاش حط لايك على الفيديو وما تدري ما تدري ما تدري وان يوصل الفيديو حطوا لايك اذا عجبكم الفيديو واذا ما عجبكم لكم الحرية تحطوا ديسلايك اوكي عشان لا تقولوا انت تبغى لايكات بس لا ما عجبك حط ديسلايك مره لا تشغل باله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات اذا انت مشترك جديد في القناة تعال تابعني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي وكمان تعال تابعني على تويتش صرنا نسوي بثوث هناك ماينكرافت وحركات ايش عرفكم الميمي جماعة ما بنطول على بعض اربط حزامك عزيز الوجيه وتعال خلينا نتكلم عنه الاسطورة سير دانيال داي لويس دانيال مايكل بليك داي لويس او مثل ما عرفنا دانيال داي لويس واذا انت مر ذاكرتك يعني بريال وتنسى الاسم تقدر تنديه دي دي ال انترى هذا الاختصار ماهو من كيسي هذا اسم يعني يستخدموه جهات اعلامية كثيرة في اختصار اسمه بدل ما يكتبون دانيال داي لويس يكتبون دي دي ال خلق دي دي ال فخامة حتى الاختصار فخامة وبالمناسبة يا جماعة في عأنكم ما تعرفوا ايش يعني سير لقب السير هو من اهم الالقاب الملكية في بريطانيا ويتم منحه من طرف الملكة شخصيا في حفل سنوي يقام بقصر باكينج هام وهو اعلى رتبة اوسمه في بريطانيا ولد السير دانيال داي لويس في لندن وبالتحديد سنة 1957 اي ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 64 سنة وينحدر من اصول انجليزية وارلندية ويهو وبالرغم من الميكس العرقي هذا الا انه دانيال داي لويس يعتنق اللا ادرية وفي حالك ما قد سمعت عن اللا ادرية هي مسمى فلسفي يطلق على من لا يؤمن بوجود اله وبرضه لا يكفر بوجود الاله يعني ببساطة كذا يفترض انه اللا ادريين هم اشخاص مش كفار بس برضو مش مؤمنين لا تسألني كيف هم كذا مزاج دانيال يا جماعة ينحدر من اسره نبيلة وثرية جدا بل ومعروفة في عالم الفن السابع ومش بس الفن السابع حتى الشعر والمسرع والادب الانجليزي والرواية والمطبخ الراقي والعالمي والسيناريو والنقد ترى والله ما امزح اسره مع الضلين في عالم الفن السابع واصبر علي ابوه سيسيل داي لويس كان شاعر وروائي وناقد سينمائي وكاتب سيناريو وعنده العديد من الروايات الغامضة القصيرة وكمان عنده مجموعة قصص للاطفال هذا الاب تعالوا على الام امه جيل بالكل كانت ممثلة مسرحية ومؤدية صوت في بعض اذاعات الراديو ابشركم اذا انتم منتظرين الاجابة لا امه ابوه ما انفصلوا ولكن فرقهم الموت امه ابوه شفنا كيف مبدعين وفنانين تعالوا على الجد اما بالنسبة للجد فهو سير مايكل بالكون كان صاحب شركة انتاج سينما ايمو خضرم ومحنك الين خلاص بل وكان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ادخال المخرج الكبير الفريد هيتشكوك الى ساحة السينما تخيل انه بسبب هذا الشايب جد دانيال داي لويس شفنا فيلم سايكو شفنا فيلم رير ويندو شفنا فيلم الروب وباقي الافلام الحلوة تبع هيتشكوك فشكرا يا عمو خلاصنا من الجد تعالوا على اخته اخت دانيال داي لويس الوحيدة تاسمين داي لويس وهي مخرجة افلام ومنتجة وممثلة وكذلك شيف عالمي في ارقى المطابخ العالمية وناقدة طعام يب في نقاط طعام يجوا يأكلوا يذوقوا الاكل يشربوا المشروبات او ايا كان ويقول لك والله اعطي هذه الاكلة تقييم من جد فيه بس لهم معايير بس مو بالطريقة دي بس فعلا فيه نقاط يعني وهي ناقدة كل اصل الكلام يا جماعة الرجال خرج من عائلة كبيرة ومتعددة المواهب فحكاية انه جاب ثلاثة جوائز اوسكار هذا امر يعني كان لابد منه اصلا اذا ما صار عبي يصير عند مين سنة 1968 دانيال دايلويس يا جماعة في هذه المرحلة كان عمره تقريبا 12 سنة كان الولد عنده كده شوية الطيش الولد مجنون برغم من انه من عائلة ثرية زي ما قلت لكم الا انه كان يحب يسرق يدخل المحلات يسرق يسرق سمكة يحطة في جيبه يسرق فصفص يسرق علبة تندومي يسرق مش لانه محتاج او ما عنده فلوس لا عندهم خير وبركة ولكن كده يبغى يسرق لانه يبغى يسرق ممكن مرض او وسواس المهم امه ابوه شاف الولد راعي مشاكله قاله يا ابوه الولد دايب غالانيش نقرصه من اذنه بس ما راحوا ضربه انا وانت لنضرب عزيز الوجيه ناكل على قفانه لنقول امين فراحوا ارسلوه الى مدرسة اسمها مدرسة سيفن واكس ولا تحسب انها اي مدرسة لا كانت مدرسة فاخرة وعريقة جدا فاخرة يا جماعة افخر شيء شوفوا الصورة وخلاص والهدف من انهم ودوا هذه المدرسة كان مفروض انها تحسن من تصرفاته وسلوكياته وبالفعل يا جماعة المدرسة الفاخرة هذه كان لها دور كبير في تحسين شخصية دانيال داي لويس وسلوكياته وتعلم فيها التمثيل وتعلم فيها النجارة ومهارات ثانية منها صيد السمك صراحة مدرسة فاخرة بس تعلمك كل شيء سنة 1971 دانيال يحصل على اول دور له في فيلم اسمه ساندي بلادي ساندي وهو فيلم درامي غريب جدا يعني انا ما تابعت الفيلم بس شفت منه بعض المشاهد في اطفال يدخنوا بشراهة مع امهم وابوهم على السرير في فيلم غريب ما انا عارف اش الهدف منه بس ما تابعت الفكرة يا جماعة انه دانيال داي لويس ظهر في مشهد مدته يمكن ثلاث ثواني في هذا الفيلم ماسك زازة ويشخط كذا بودي سيارة او يخدشه خلاص وكان هذاك الدور البسيط جدا اول دور لدانيال داي لويس ووصف دانيال داي لويس تجربته في هذاك الدور انها من اروع التجارب بالرغم من انها خمسة ثواني او عشرة ثواني سنة الف وتسعمية واثنين وسبعين والد دانيال داي لويس للأسف يموت بسبب معاناته مع مرض سرطان البنكرياس عن عمر يناهز الثماني وستون عاما وبعد فترة من الحزن والرثاء يقرر دانيال داي لويس انه خلاص انا الاوان اني ابدأ اشق طريقي في عالم التمثيل وابني نفسي بنفسي وبالرغم من انه عنده تجربة سينمائية وسبق له انه يعني يمثل في فيلم الا انه ما حاب يتوجه للأفلام وحاب انه يتوجه الى المسرح وبالفعل توجه للمسرح وعن طريق علاقات ابو القديمة وجده وامه اخته قدر انه يحصل على مجموعة ادوار في بعض المسرحيات وكان مبسوط مرة فيها ووصف احد المدربين في مسارح بريطانيا قائلا الولد هذا يا جماعة عنده الكثير ليقدمه شوفوا هو صغير الحين وقدم لنا ادوار جدا مرعبة في المسرح قدقوني لما يكبر الولد هذا رح يكون حاجة كبيرة متأكد انهم ما كانوا متوقعين انه بيجيب ثلاثة اوسكار ابدا سنة 1980 يعد دانيال داي لويس الى شاشة التلفزيون في حلقة بسيطة من مسلسل اسمه شوسترينغ ومن هذه اللحظة اللي بدأ او رجع فيها الى عالم التلفزيون وترك المسرح ما عاد وقف تمثي صارت تجي العروض بشكل منظم وصار يبدأ يكون انتقائي في اختيار ادواره الحلو في دانيال داي لويس يا جماعة انه ما كان يعني يلا فيه فيلم هات فيه فيلم ثاني هات اي شي فيه فلوس فيه ما كان همه الفلوس لانه الفلوس موجودة كان همه انه يصير ممثل عظيم فعلا هذا هدفه ابغى اصير ممثل عظيم ابغى اقدم مجموعة افلام وان كانت بسيطة ولكن اخلي اسمي يخلد في سجل السينما والتلفزيون سنة 1982 دانيال داي لويس يشارك في واحد من اهم الادوار اللي قدر يحصل عليها في بداية مسيرته بالرغم من بساطتها في فيلم السيرة الذاتية غاندي هو دور بسيط اي نعم زي ما قلت لكم ولكن من رغم من بساطته الا انه قدمه بكل روعة وابداع اي توصفش كف الفيلم حكم بنفسك دور بسيط بس واو من تقمص لدور شخصية الولد العبيط الى اللهجة اللي تبناها يخرب بيته يا جماعة فنان فنان لبساطة يا جماعة دانيال داي لويس بدوره البسيط هذاك وجه رسالة للعالم واكد على كلام المدربين اللي في المسرح قائلا انا كالقيامة ذات يوم اتي وراح اكسر الدنيا 1989 دانيال داي لويس يحصل على جائزة الاوسكار الاولى لها عن اشهر دور قدموا في مسيرته على الاطلاق اذا ما تابعت هذا الفيلم كف امزح روح تابع الفيلم في فيلم السيرة الذاتية ماي ليفت فوت اخي هذا الفيلم ويحكي الفيلم قصة كريستي براون اللي عنده اعاقة في معظم اجزاء جسده عدى رجله اليسرى القدم هذيك تعلم يرسم فيها وتعلم يكتب فيها وتعلم يسوي اشياء كثيرة بواسطة هزليفت فوت او قدمه اليسرى الفيلم يتكلم عن نشأته وعن معاناته مع اعاقته وكيف قدر انه يتعايش معها طول حياة كل اللي اقدر اقوله لكم يا جماعة اذا هذا ماهو واحد من اقوى الادوار اللي شفناها في تاريخ السينما انا ما ادريش يصير شوفوا بالله شوفوا الفيلم ارجوكم اذا انتو تحبوا دانيال داي لويس وما شفتوا هذا الفيلم شوفوه صدقوني هذا رائع رائع شي عظيم يا جماعة ومرعب كيف قدر دانيال داي لويس انه يتقمص دور شخص عنده اعاقة جسدية حرفيا تشك تقول يا ابويا هذا مو دانيال داي لويس هذا شخص معاقة هذا شخص عنده اصابة عنده اعاقة واحدة من القصص الغريبة اللي حصلت له اثناء تصوير هذا الفيلم جات مديرة اعماله خلاص خلف الكواليس طبعا دانيال داي لويس لما يتقمص شخصية يتقمص شخصية والله ما يخرج والله ما يخرج من الشخصية الين ينتهي التصوير غير كذا انسى فجاءت ذيك اليوم مساعدته او مديرة اعماله خلف الكواليس قالت السلام كيف حالك يا باش مهندس عندنا كم شغل قام اعطاه وضعية معاقة يا مهندس ترى موتا وصوير انا مديرة اعمالك عندي كم ورقة توقعها ما اخذ وضعية المعاقة ما في مو راضي يخرج من الكاركتر اخر شيء قالت المساعدة يا بويا جوك جوك ترى ما فيها شيء لو وقعت لي الورقة ذي وكلمتني كلمتين وترجع تخوش في الكاركتر خلاصة الكامل منها مشيت طنشته قالت يا بويا ذا ما يبغي يكلمني الله مو راضي يخرج من الشخصية وتركته مشيت وبالمناسبة هو ترشح للأوسكار في هذا الفيلم واخذها كمان لا تنسى لا تحسب انه اتبهدل وعاش اللحظات القاسية ذيك وكان يتمشى بالكرسي حق المعاقين عبث لا اخذ جائزة الأوسكار الأولى له 1992 دانيال داي لويس يترشح للمرة الثانية عن دوره في فيلم In the name of the father والمبنية قصة على احداث حقيقية ماهو افضل اداءات دانيال داي لويس ولكن برضو كان اداء مجنون يا اخي دانيال داي لويس I love you والله العظيم ينحب ينحب وقدم في هذا الفيلم دور شخص يتم اعتقاله ظلما بتهمة تفجير احد المنشآت وعن قصة محاكمته وتورط والده ظلما معه هو ترشح للأوسكار في هذا الفيلم ولكن ايش ما فاز فيها اداءه حلو بس مش اوسكار على كل حال اذا تحب الافلام المبنية على قصص واقعية واللي فيها الظلم ومحاكم وسجن ومساجين يا ساتر 1996 دانيال داي لويس يتزوج من حبيبته الممثلة والرسامة والنحاتة والكاتبة والمخرجة ريبيكا ميلر ما فيها حبيبي يخرج من عائلة ثرية وعائلة متعلمة وفنانين وكل الفن السابع في جيبهم يتزوج كمان واحد الفن السابع في جيبه وعنده منها طفلين وفي 2005 مثل داي لويس في فيلم اسمه The Bold of Jack and Rose وكان من اخراج وكتابة زوجته اللي ما زالت عايشة معاه الى الان في وفاء وخلاص اكتر من كده يتزوج مخرجة وشوفوا على انه شخص انتقائي الا انه شارك معاه في هذاك الفيلم لعيون الزوجة مش عشان الفيلم الفيلم عادي بس شارك على شان زوجته 2001 وصل لدانيال داي لويس واحد من اهم ادوار اللي قدمها في مسيرته ولكن للأسف الاخ رفض الدور تماما ليش ترفض الدور ما هو ممكن يكون حلو بس صراحة انا عندي ادوار معينة عندي كده فكرة في بالي ابغى سويها ما رح اوافق على اي دور ولكن ان تتخيلوا ايش هو الدور يا جماعة دانيال داي لويس يا جماعة رفض دور شخصية اراغورن اعرفتم مين هو يا جماعة اللي في سلسلة سيد الخواتم اخس عليكم يب تخيلوا على ان المخرج بيتر جاكسون راح وتكلم مع دانيال قال له تكفى خذ الشخصية ذي يمثلها الله يخليك هني اديك فلوس هنزبطك مافي رفض المرة الاولى رح له المخرج مرة ثانية وثالثة وفي كل مرة يرفض دانيال داي لويس مافي ما ابغى الدور هذا الله يرضى عليك ما كان في سبب واضح ولكن فعلا زي ما قلت لكم انه عنده ذوق معين وعنده ادوار معينة في راسه ما يبا يخرج عنها بس يجمال تتوقعون الدور كان بيضبط عليه مايني قادر اتخيله في ذاك الدور ابدا فلذلك مش قادر اتخيل فما رح يضبط غالبا هو رح يضبط ومثل بس لا ما يصلح الفين وثلاثة يشارك دانيال داي لويس في واحد من اهم افلامه مع المخرج مارتين سكورسيزي ومع نخبة من كبار نجوم هوليوود الفيلم داي جماعه ثقيل فيلم ثقيل بالله شوفوا صورة الممثلين شوفوا كم في ممثل ضخم في هذا الفيلم كلهم في فيلم واحد وترشح عنه للأوسكار برضه ولكن للأسف ما حالفوا لحظ معه انه دوره في هذا الفيلم رهيب كيف ما فاز بالأوسكار هي الحياة كده بس حقيقي فيلم 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 فخم فخم لا يفوتكم الفين وسبعة يعود دانيال للساحة بواحد من اعظم واعظم واعظم الادوار اللي قدمها في مسيرته بعد ماي ليفت فوت هذا ثاني اعظم اداء لدانيال داي لويس في فيلم الدراما there will be blood او ستسيل الدماء وحقيقي يا جماعة في هذا الفيلم سالة الدماء وسالة الدموع وسالة اروع يا الله كيف الفيلم ذا قوي على انه طابع هادي بس ايش بس دانيال داي لويس شال الفيلم هنا اه يا قوة يا جماعة شوفوا الفيلم ارجوكم شوفوا الفيلم بتروك لكم واحد من المشاهد ويارب ما ابلع كوبيرايت هنا يشتغل التمثيل المنهجي هنا يشتغل الميثود اكتنج هنا تشوف دانيال داي لويس يخرج كل خبرات السنين ويحطها في هذه الشخصية كل شي تعلموا عن انغماس في الشخصيات طبقوا في هذا الفيلم الرائع فيلم عن المال عن الدين عن التجارة عن الغناء عن الفقر عن المكان الاجتماعي عن النفاق فيلم ما اقدر اوصفه الا بجملة واحدة فقط هولي كاو عشرة من عشرة عشرة من عشرة ترشح عنه للأوسكار واكيد فاز فيها من جدك انت لسه جال استيسال توقع التطبيل هذا كله ما فياوسكار عايب عليك 2012 يقدم دانيال دي لويس واحد من الادوار اللي صعب تنساها في فيلم السيرة الذاتية لينكون واللي قدم فيه دور رئيس الولايات المتحدة السادس ابراهام لينكون يا جماعة الخير شوفوا كل الافلام اللي تكلمت عنها عن دانيال دي لويس دي اهم الافلام اللي ذكرتها كل فيلم شخصية يا جماعة كده شخصية جديدة هذا دانيال دي لويس بس مش دانيال دي لويس هذا الفيلم تشوف دانيال دي لويس بس مو دانيال دي لويس الصوت اختلف اللاجة اختلفت ملامح الوجه التعبيض هذا هو الميثود اكتنج هذا هو تقمس الشخصيات الله اكبر عليه فالنان وترشح دانيال دي لويس برضو عن دوره في هذا الفيلم للأوسكار واكيد فاز فيها يقلع ام القوة يا جيخ وهكذا اصبح دانيال دي لويس اول ممثل يحصل على جائزة الأوسكار ثلاث مرات في نفس الفئة والوحيد ما احد سواها بس هو 2017 وبعد تصوير فيلم فانتوم ثري يعلن دانيال دي لويس اعتزاله التمثيل بشكل نهائي انا زعلت العالم زعلت بس لما تفكر فيها ايش يبقى اكثر من كده ثلاث جوائز اوسكار واكثر من ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ترشيح الجوائز ثانية واكثر من ميتين جائزة بجيبه يا ابو يا الادم يحقق انجازات ما احد يحققها المصيبة فوق هذا كله تدرون كم ثروته 60 مليون هذه ثروته يعني المعلنة عد الاصول والعقارات حق الاسرة الثرية ذي ما ندر عنها بس من الافلام 60 مليون دولار ما كان يهتم للرواتب ترى ما فرقت فيه فيلم حلو شخصية حلوة لاتس دويت عموما لما سألوا الناس ولما صوى فوضى ترى صارت فوضى لما اعتزل دانيال دي لويس واحد من اهم الوجوه واحد من اهم الشخصيات السينمائية والممثلين يعتزل فجأة كده ليش ايش فيه لماذا هاو واي كل اللي قالوا دانيال دي لويس كده كلام مختصر جدا فيما معناه يعني كانت تمثيل ملاذا رائعا لي انقذني من نفسي عندما كنت صغيرا ولكن انا الاوان للتوقف لا اعرف السبب ولكن اعرف انه انا الاوان للتوقف وريد ان استكشف العالم وامضي قدما والله بيني وبينكم يا جماعة بنجي هل هذا اوسكار خلاص ولا خلاص اقسم الله يروح والقلب داعيله كده تحية اي يحتاج يقعد يستظر لين يصير شيبة ولين يفقد شخصية ويبدأ يمثل ففلام رخيصة زي بعض المثين لا يصلحهم يبدأ وكويس وفجأة ينحدر ويجيبهم العيد وفي هذه السنة يا جماعة الخير وبعد تصوير فيلم فانتوم ثريد كان هذاك اخر فيلم اعلن دانيال ديلويس اعتزاله بشكل رسمي من عالم التمثيل والمسرح تماما وخلفا وراءه مجموعة من اروع الافلام والادوار في عالم التمثيل الى هنا يا جماعة نكونوا وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لو منتم مشتركين وضغطوا على زر اللايك خلونا نشوف الفيديو اذا كم نقدر نوصله تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستجرام كلها بنفس الاسم وجيه اوتو حتى تويتش مكان ما نلعب ماينكرافت والحركات هذهك وجيه اوتو كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم